السلام عليكم مرحبا بكم معي في القناة اليوم ان شاء الله كيف تشوفوا معي عن حضره السابلي اللي كي يجي رائع اقتصادي وفي نفس الوقت كي يجي بخيستيش في المنظر دياله كنتم مني اتعجبكم الحلقة اليوم وقبل مروا طريقة تحضير اللي بقى مشاركتي معي في القناة اضغط على اشتراك ثم اتفع على الجرس باشتوصل ان شاء الله كل ما هو جديد ودبا خليكم مع طريقة تحضير بأقصان فبالنسبة لي طريق المقادر ت military نضيف لها مية cg سكر اللي كي تكون عندي مغربل ونضيف الuity ونضيف 50 g ديال الناشا وبالنسبة للنكهة يمكنكم تعملوا اي نكهة بغيته فانا هنا استعملت غير اسم العلقة صغيرة ديانك هاد الباني وعندي هنا يكاس ديالعنبه ديال الزيت النباتية هنا ايام بعد المعمة هاد المقادر كلها هنخلط كل شي مزيان ثم نضيف واحد شوية ديال الخميرات الحلوى هنا تقريبا عنده حمير القاة صغيرة ديال الخميرات ونضيف دقيق بشوية بشوية بالنسبة للدقيق انا تقريبا هنا مشات لي 750 جرام ديال الدقيق هنا كم قام نضيف بشو شو انا كان خلطت حتى كنحصل للعجين ديال السابلي اللي كتكون راتبة هنا ايام بعد مساليس كيف كتشوفوا معي فالعجينة كتكون راتبة هنا ايام بعد ما ناخد العجينة وهنقسمها على جوج هيدا باش تجيني السهلة في الخدمة دياله باش نطلقها وانا هي مباشرة بعد مساليس وخما نخلوش هاد لجينة ترتاح يمكننا نخدمو بيها مباشرة انا هي كنحتاج شوية ديال دقيق باش كعملو في الطابلة للعامل هيدا باش ما كتلساق ليشي لجينة كيشوفتو فعندي لجينة كتخفيفة وهم قا نطلقها بدلها كلا هاد القياس هذا اللي هاد شوفوا معي فانا هنطلقها شوية رقيقة انا هنطلقها شوية رقيقة انا هنطلقها شوية رقيقة وانا هنطلقها شوية رقيقة وانا هكذا كنتشوفوا معي فانا احتجت القطعة الدائرية ويمكن لكم تستعملوا اي نوع القطعات عندكم وانا هنطلقها نقطع في العجن ديال السابلي ومباشرة انا منو في سنين بعد ما مثلوا من الورقة ديال الزبدة وهم قمسة مرة بهات شكل هذا حتى نكمل العجن السابلي اللي عندي كامل وانا هنطلقها شوية رقيقة وانا هنطلقها مباشرة كنضح الحلوة ديالي للفران على داجة الحرارة 180 درجة لمدة ديال الطيب تقريبا 10 دقائق كيف كتعرفوا فانا السابلي ما كياخدش الوقت بزب وايضا بالنسبة للفران فحنا كنكونوا صحنة مقبل فبالنسبة للتزيان فانا اختيتها تشكل هذا اللي كيجو ديال الشوكولات على الشكل دائري فهدو صراحة كنيني مزاف ديال الشوكولاتي مكلكم تستعملوا اي شكل عندكم وانا اي كنحتاجن الشوكولات الاسواد من بعد ما دوبتوه في الحمام مائي وكان ملو 1 شوية ديال زيت ومن بعد كان بقى نعمرهم عليها تشكل هذا ومبني كان سليم مباشرة كندخلهم مجميل حتى كنت يبرد ذاك الشوكولات مزيان عاد كان حيضهم من القالب ديالهم وانا استمرحتك نكمل العدد اللي بغيت موسيقى موسيقى و هنا بالنسبة للشكل تاني فأنا اختي تتشكيل هذا للشكل القلب و احتجت ان شكلت الابيض من بعد ما دوته في حمام مائي و كنعمل له شوية دية الزيت و هنستعمله بنفس الطريقة اللي عملنا في اللوز و ساك نكمل العدد اللي بغت و بالنسبة للزين السابلي الثاني فجمع 5غرام فوق نعمل فوق النار اللي تكون مهيلة و نحتاج احد ملعقة النباج و احد ملعقة الكليكوز و هنا ينادي المكونات الكاملة فوق النار اللي تكون مهيلة و كمقان نحرك و ما نوقف شو متحرك حتى نشعب ان الكليكوز داب و نسجم فوق النار فوق النار و هنا بالنسبة للتزيين هنا بعد ما طبليات سابليه نخلي حتى يبرد هنا نحتاج للشوكولات و هنا نحتاج التعليقات التي سبق لي وضعت فيديو خاص ان شاء الله ستلقائه في الرابط في اخر الفيديو هنا عملت التعليقات بالمضاق البرتقال ايضا بالنسبة للمضاق يمكنكم تستعملو اي مضاق بغيتو و هنا نبدأ نوجد سابلي اول حاجة ناخد شوية التعليقات التي نعملها في الواسط و ناخد الشوكولات هنا مباشرة نعملو فوق التعليقات و نتبتم و هنا نشوف التعليقات تلصق لي مع الشوكولات و هنا يجي متبت على السابلي فكتشوفتو فهي الطريقة السهلة يعني ديال دريساج ديال السابلي فانا عمقام السامراني بنفس الطريقة بالنسبة للشكل الاول يعني نحضر عليها تشكل هذا و هنا بالنسبة للشكل التاني كيف تشوفهم بعد ما كنا خلينا فوق المعسرة فوق النار مع الكليكوز و نباج بصراحة يجي معلقين هنا ناخد واحدة و كان من المسط و كان زينهم بالشوكولات اللي سبق لنا و حضرنا و يجي لها تشكل هذا بالنسبة للتعليقات الفوق المعسرة يعني تجي تبتة مع ذيك الشوكولات و مع الصابلي يعني بلا ما نحتاجه انا ندهن الصابلي ديالنا بنباج غبها الطريقة هذي يعني كيلساق لنا ذيك الشوكولات كيف شوفتم معي فهي طريقة سهلة و بسيطة فانا مقام بستمرها و هنا يام بعد مسالية كان نقدم الصابلي ديالنا لها تشكل هذا كيف شوفتم معي فهو سهل و بسيطة و كيف تحق اقتصادي و كي يجي رائع لا في المنظر دياله و لا في المدق دياله و بطريقة الهية سهلة كيف شوفتم معي كانت مننا تجربوه كانت منتكن اجبتكم الحلقات اليوم و اجبتكم الحلقات ما تتنساوش ترمي الاعجاب و ايضا تبارتاجوا الفيديو هذيانا مع الاصدقاء فاعدلكم باش كتعمل فايدة ان شاء الله هالجامع و دبا نخليكم الاخير السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة